الموضوع الذي بعده نريد إضافة data أخرى للrecipe أو نريد إضافة attributes أخرى للrecipe فنذهب للcontent type builder والrecipe ونقوم بإضافة another field فالفيلد الإضافي أريد أن أقوم بإضافة field عبارة عن أكثر من يعني عبارة عن list قائمة من الخيارات والمستخدم يختار واحدة فإذن type لهذا الفيلد هو سيكون enumeration هذا وسيكون اسمه meal والوجبة يعني هذه الوصفة لأي وجبة تؤكل يعني أو وقت الوجبة يعني فسيكون هنا لدينا breakfast لدينا lunch ولدينا dinner جيد فإذن الـ advanced default value لا أريد إعطاء default value سأقوم بإضافة field آخر الفيلد الآخر سيكون هو عبارة عن number وسيكون اسمه cooktime لاحظوا أنا أريد أن أكتب cooktime cooktime يعني كلمتين لا يجب أن أضع space أضع underscore فإذن cooktime ونوع الرقم هو integer لأنه يجب أن يكون دقيقة دقيقتين لا يوجد دقيقة ونصف يعني وـ advanced value الـ default الافتراضية 10 دقائق ستكون جيد وadd another field أيضا سيكون number الفيلد الآخر سيكون اسمه preparation time وقت التحضير preparation time فالكتبتها بشكل صحيح أدن ستكون integer وقيمتها الافتراضية مثلا ستكون 20 فإذن add new field سنختار number وسنكتب هنا total time وسيكون هنا integer وسيكون هنا الوقت الكلي 30 دقيقة الأشياء الأخرى أيضا سأضيف text هنا سأضيف حقل الملاحظات إذا كان هناك ملاحظات سيكون عبارة عن long text وسأعطيها maximum value للملاحظة 360 character فإذن add new field سأضيف هنا شيء اسمه rich text rich text يعني عبارة عن الكلام أو التكس الذي يأتي من الإديتر من الإديتر والآن سترون ماذا يعني ذلك سأضيف هنا ال steps وadd another field أيضا rich text سنراه الآن سأضيف المكونات للوصفة وأعتقد finish أو سنضيف field آخر من النمبر سسميه servings أي عدد الأشخاص الذي الوصفة يعني تخدمهم فإذن سيكون ثلاثة مثلا وسأكتفي بهذا سأكتب finish الآن سأكتفي بهذا الآن فإذن finish طبعا هنا نسيت أنا أدخل format النمبر سيكون integer فإذن finish و save فإذن الآن سيقوم بre-restart للserver وسيأخذ بعضنا الوقت ننتظر بهجوء فإذن لا دعي للعجلة ننتظر فإذن جيد جدا فإذن الآن أصبحت لدينا كل هذه الحقول يا ترى لو عدت إلى هنا وقمت بget all recipe و send ما هذه الحقول ستكون قيمتها لاحظوا ستكون قيمتها null لأنني لم أقم إضافتها لهذه الوصفات القديمة فإذن ممتاز أيضا أريد أن أريكم content management ننتظر هنا نعدل قليلا فسنتظر نذهب إلى الوصفة رقم واحد و الوصفة رقم واحد لدينا الميل فسنتظر a breakfast مثلا cook time لا أعرف لماذا default value لم تحدد هنا يفترض أن تحدد أو هل تم تحديدها هنا لم يتم تحديدها لماذا ربما أنا لم أقم بتحديدها بشكل صحيح فلنذهب لنعط أوكي آآ فإذن لنتأكد من الموضوع بخصوص ال preparation time ها هي default value save وال cook time ربما يجب أن أحدث فإذن تحديث نعم نعم عفوا عفوا هذا خطأ مني أن هذه الوصفات القديمة لم يتم تغييرها فعليا لكن لو أضفت وصفة جديدة سيتم إضافة هذه ال default value فإذن عفوا فإذن الآن سأضيف وصفة جديدة وثم نعدل عن الباقي أو نضيف وصفة جديدة فإذن وصفة هنا وهنا فإذن وصف هذه هذا الطعام مثلا والميل سنختار breakfast مثلا يمكن أن نغير preparation time لاحظوا عبارة عن انتجار مثلا notes ملاحظات notes ملاحظات لاحظوا ال steps هي عبارة عن rich text وهذا هو rich text أنا لدينا editor هنا يمكن أن أضيف أشياء يعني مثلا لو كتبت هنا مثلا step one أو step one step two فيمكن أن أضيف هكذا وأن أضعها بخطوات بهذا الشكل أو أضعها بأرقام جيد نفس الشيء بالمكونات my ingredients فإذا واحد أو ingredients one وingredients two ويمكن أن أضيفها بشكل خطوات أو أضع مثلا بهذا الشكل طبعا إذا قمت بpreview text سترى كيف يظهر فإذن with serving يمكن أن أكتب مثلا هنا خمسة و save ولا ننسى أن نكتب publish فإذن الآن بخصوص ال recipe هذه رقمها ثلاثة التي أضفتها فإذا عدت إلى هنا و send all recipe فإذا لاحظوا الثلاثة هذه هي و get one recipe يمكن أن أكتب هنا ثلاثة و ستظهر لهذه ال recipe جيد الموضوع الأخير لهذه الفقرة فقط سنذهب إلى content builder مجددا وبال recipe وسنكتب add new field ويمكن الآن أن نضيف ميديا لأن كل وصفة لديها الصورة فنريد أضافة صورة فإذن هنا سنسميها thumbnail وستكون عبارة عن single media و advance هل يوجد advance نعم لا نريد أن تكون إلا صورة فإذن نريد أن نقبل فقط صورة في هذا الفيلد و finish و save فإذن الآن سنعود إلى content management هنا وهذه الوصفة يمكن أن نضيف لها صورة هنا فإذن سأختار الصورة الآن من جهازي فإذن قمت باختيار الصورة سأقوم بـ upload و finish لاحظوا يمكنني تكرار الوصفة بالنقر على هنا لاحظوا أين هكذا لو قمت أنا بـ يمكن أن أقوم بنسخ وأكرر الوصفة فمثلا هنا سأكرر مثلا لا أريد تكرار هذا وأريد تكرار الأخيرة فإذن هنا تكرار وسأكتب هنا رقم هكذا ولاحظوا كل معلوماتها سيتم فعليا أخذها ويمكن أن أكتب الآن publish فإذن الآن هذه الوصفة رقمها أربعة فلو عدت إلى هنا والوصفة رقم أربعة أيضا ستظهر هنا فلاحظوا أن الـ thumbnail لم تظهر لم تظهر حتى مع عندما ذهبت لـ 3 مثلا هذه الوصفة ذهبت لـ 3 هنا أو نذهب لهذا الموقع فإذن 3 لاحظوا الـ thumbnail لم تظهر وذهبت إلى أربعة أيضا الـ thumbnail لم تظهر فكيف يمكنني فعليا أن أقوم بإظهار الـ thumbnail هنا فبكل بساطة سأقوم بإضافة request جديد هنا قم بنسخ هذا الـ request هنا وأضافة request جديد وبهذا الـ request سأمسح الأربعة والـ slash أكتب إشارة استفهام أكتب populate هنا ويساوي وثم نجمة فإذن الآن ستظهر الـ thumbnail فإذن هذه هي الـ thumbnail هنا فإذن مرة أخرى لو ذهبت إلى get one recipe و 4 4 لديها thumbnail أين هي فلاحظوا المرة أخرى لم تظهر لأن بكل بساطة يجب أن أكتب populate ويساوي نجمة فإذن الآن ستظهر لي الـ thumbnail والـ thumbnail data هنا دعوني اتركت هل يظهر؟ نعم فإذن الـ thumbnail هنا data ولديها ID والـ attributes واسم الصورة والـ width والـ height لها والـ format لاحظوا كل هذا أنا لم أقم بإنشاءه استرابي قامت بإنشاءه لوحدها لأنها هي التي تقوم بإدارة الصور هي التي تدير هذا الموضوع وبالتالي هي التي تظهر لي هذه الـ thumbnail بهذه الطريقة فإذن معلومات الصورة بهذه الطريقة طبعا أنا عندما قمت بهذا الشيء فستظهر لي الـ thumbnail لكل الـ data مباشرة فإذن هذه هي ستظهر لي لكل الـ data ستظهر لي الـ thumbnail هنا عندما أقوم بطلب كل الـ recipe لكن إذا أردت ظهر الـ recipe واحدة فبالتالي هنا سأكتب أحدد الـ recipe وثم أكتب جيد لأنسترابي لا تظهر الصور بشكل أوتوماتيكي فيجب أن نضيف هذه الجزئية للرابط فإذا ممتاز فإذا ما هو الشيء الذي نريد أن نتحدث عنه الآن؟ الشيء هو بكل بساطة هو أننا نريد أن نضيف وصفات نريد أن نرى نقاط الـ URL الأخرى ليس فقط نقاط الـ get نريد أيضا أن نقوم بـ post URL فكيف ذلك؟ فأنا سأخذ هذا الـ URL الذي لديه هنا وأقوم بتغييره بهذا الشكل وأغير الطريقة لـ post data وأقوم بإعادة تسميته لـ post URL أو add recipe وأيضا أريد إنشاء URL آخر هنا سأعيد تسميته لـ delete recipe وأريد إنشاء URL آخر وأريد أن أسميه update recipe وهذه لأغراض تنظيمية الآن delete recipe فأنا أريد أن أأخذ URL من هنا نفسه وأضعه هنا مثلا أريد حذف الوصفة رقم واحد وأريد أن يكون هذا عبارة عن delete عفوا delete جيد؟ فذلك لنبدأ مع delete كونها الأسهل وأيضا هذه الـ post data ستكون عبارة أو الـ update ستكون أيضا عبارة عن بـ update فذلك الـ update أريد مثلا القيام بـ update الـ وصفة رقم اثنين سأقوم بالذهاب لرابط الوصفة رقم اثنين وأطلب بطلب update بالنسبة لـ delete أذهب للوصفة التي أريد رابط الوصفة التي أريد حذفها وأختار delete والـ post أذهب لرابط كل الوصفات وأريد إضافة وصفة والطريقة هي post جيد جدا الآن بخصوص delete أنا أريد أن أحذف الوصفة رقم واحد فلو أنا قمت بكتابة send الآن ما الذي سيحدث سيقول لا يمكنك ذلك لماذا؟ فإذا لنعود لـ هنا إلى الـ settings وإلى الـ ونحن تحدثنا أن الـ الذي لديه هذا التوكن يمكنه أن يقوم بكل شيء وإذا عدنا أيضا إلى هنا إلى الـ وقلنا أن أي شخص يمكنه أن يذهب أي شخص بالنسبة لـ يمكنه أن يجد recipe واحدة find one recipe or يعني get one or get all يعني find all لكن ماذا بخصوص هذا authenticated user authenticated user يعني الشخص المستخدم الذي قام بتشجيل الدخول فعليا فما هي الأشياء التي يمكنها أن يقوم بها؟ يمكنه بكل بساطة أن يقوم بإضافة recipe delete recipe إذا قام بتشجيل الدخول ويمكنه بـ update recipe يمكنه بكل شيء فعليا يمكن أن يفعل أي شيء طالما هو مسجل الدخول وشخص يعني موثوق به فبالتالي الآن لو عدت إلى هنا وأعدت الطلب لنرى ما الذي سيحدث لاحظوا أيضا forbidden لماذا؟ لأن فعليا أنا لم أقوم بالتسجيل الدخول هنا لم أوضح أنا شخص authenticated ولم أوضح أنا لدي الـ API token generated هنا فأنا سأقوم بالذهاب إلى هذه هذه الصبحة الـ API recipe وأقوم بـ regenerate هل تريد regenerate؟ نعم وسأقوم بنسخة جيد ثم سأذهب إلى هذا الموقع الذي هذه البرمجية التي نستخدمها سنقوم بالنقر على oath هنا بهذا الشكل وسنختار هذا جيد هنا سنضيف الـ token الذي جلبناه من الموقع وسنكتب هنا prefix بهذا الشكل ثم سأقوم بنقر على send على الأغلب سيتم الآن حذف الـ recipe رقم واحد فإذن send تم حذفها إذا ذهبت إلى get all recipe مجددا والـ send لاحظوا الـ recipe رقم واحد اختفت أيضا إذا ذهبت إلى موقعي والـ content management وكل الـ recipe لاحظوا الـ recipe رقم واحد اختفت جيد فالآن استطعت أن أقوم بـ delete request طبعا الآن أريد أن أقوم بـ update request لكن مرة أخرى هذه الـ delete أريد أن أأخذ هذا الـ token وأضيفه هنا لكن لنجرب بداية send سيقول forbidden forbidden يعني 4 of 3 يعني ليس لديك صاحية فبالتالي أنا سأضيف لي صلاحية آآ وسأختار هذا وهذا token سأكتب هنا بهذا الشكل وآآ send سيقول validation error validation error لأنني لم أقوم بإضافة هنا شيء آآ للـ update ما هو الشيء الذي أريد update له فظلنا نعود مجددا آآ لهذه هذه الوصفة مثلا أريد update للـ title فماذا أفعل بكل بساطة أقوم بآآ نقل هنا من الـ body json بهذا الشكل وأكتب هنا فأنا أريد أن أقوم به data التي أريد تغييرها لاحظوا أنا أكتب json فبالتالي كل شيء double quotation mark فأنا أريد تغيير title و title أريد أن يكون new recipe title فإذا ن send فإذا نلاحظ new recipe title فإذا الآن لو ذهبت لـ get one recipe وقم باختيار رقم اثنين سيظهر new recipe title واذا هدت إلى هنا وحدثت new recipe title فإذا ننتظ هل هذا جيد؟ فإذا الآن لنجرب الشيء الأخير طبعا دعوني أخذ أقوم بأخذ authentication من هنا فإذا أريد أخذه نسخه وسأذهب إلى add recipe كيف أقوم بإضافة recipe جديدة؟ فإذا بداية لو قمت بكتابة send بداية سيقول forbidden فالتالي سأقوم بإضافة مرة أخرى send طبعا send لا داعي لهذه الـ prefix لكن أنا أضبتها ممكن أن تضيف أي prefix فإذا send نفس الشيء خطأ validation لأنني لم أضف الـ data هنا json فإذا سأقوم بإضافة curly brackets لjson object سنكتب data والـ data ستكون عبارة عن title نكتب هنا بالـ title this is new title سنضيف description new recipe desk هكذا ودعونا نضيف مثلا cook time نريد أن نضيف أن يكون 30-20 مثلا send أو cook time كان 20 دعونا نضيفه 50 فإذا نسند فإذا نلاحظوا فعليا تم إضافة شيء جديد this is a new title a new recipe هذه الحقول الميل لم يتم تحديدها cook time خمسين لاحظوا والباقي default value تم إضافتها هنا we are serving 3 ممتاز إذا أردت أن أقوم بإضافة شيء جديد طبعا نراه هنا أيضا سيكون مضاف this is a new title ها هو أين هو ها هو this is a new title إذا أردت مرة أخرى أن أضيف شيء جديد هنا فيمكن أن أضيف أريد أن أريكم شيء أنا أريد أن نكتب هنا this is a new title سأكتب هنا رقم هكذا one new description شيء هكذا وال cook time مثلا سنكتب ستين جيد وبالنسبة ل الميل هنا سأكتب شيء سأكتب breakfast 1 حتى أعطي قيمة غير القيم التي أنا أدخلتها فإذا ن send لاحظوا validation error لا وكتب لي الخطأ قال لي أن الميل يجب أن تكون إما breakfast إما lunch أو دينار وأنت أدخلت breakfast خطأ طيب أنا سأصحح هذا الخطأ وأيضا سأ بالنسبة لل title سأضيف هكذا سأضيف شيء كثير لنرهم لأن يجب title أن لا يكون أكثر أكثر من 60 characters فإذا ن send يفترض أن يعطيني validation error أن title must not be more than 60 characters فإذا هذا شيء جيد جدا يعني تعلمنا كيفية القيام بطلب من هذه النقاط ال API المختلفة التي وجدتمها أمامكم هذه النقاط المختلفة يمكنها نفسها أن تقوموا بطلبها من front end من next.js طبعا هذا الشيء على الأغلب أنا سأقوم به سأقوم بإنشاء application next.js ونقوم بطلب هذه النقاط من strategy فإذا هذه هي الفكرة أن هذه النقاط طالما أصبحت لديكم يمكنكم ذلك فيمكنكم طلبها من أي front end لا مشكلة فإذا الآن نأتي إلى هنا سنجد الوصفات التي أضفناها فإذا ندعونا نتوقف ثم نكمل ترجمة نانسي قنقر